صباح الخير جوزف. كيفك عمر. واتحقق الحلم. مبسوط انا انه ماني معك بالستوديو. بالفعل باتحقق الحلم وابعتك من استوديو. يعني هايدي يعني نحكي فيها بالاسابيع القادم مين ابع مين. بتصور انه انت كم اسبوع. انه ماني مع شاف نور وشاف خالد وجولهم تحية. كم اسبوع لقدام ما رح تكون بالستوديو ما هيك رح تكون من داونتاون من. من تاتش لاب. رح تحكي عن تاتش لاب. رح اترك لك الحديث لقالك طبعا لانو عندك كبير رصاص. اكيد نحنا هنبلش. مارسي جوزف. مارسي جوزف. اكيد متل ما قالت انت جوزف نحنا هنبلش مجموعة حلقات من تاتش لاب. هنعرف على تاتش لاب اكتر هالسنتر ازا ازا ما نقدر نستفيد. ليش موجود. ما نقدر نستفيد منه. في عنا سريح حلقات كتير كبيرة. ما تلاني قصص اينوفيشن. ما تلاني قصص اكسكلوزف. حتكون كلها من هالفاسيليتي هايدي الرائعة. اللي نحنا هلاء المشاهدين عم بيشوفوها. واللي هي موجودة بقلب بيروت. بسنتر بيروت. للكل. يعني اللزة فيها انه هايدي مانا محصورة بشخص او بزبون او باي حدا معين. هايدي لكل اللي حاب بيجي يتعرف على انوفيشن على السورفوسوز على الخدمات اللي بتقدمها تاتش. ضيوفي اليوم نحنا لايف. وضيوفي اعزائي علي كتير لانه نحنا دايما بكزا مرحلة بالسنوات الماضية كنا نلتقى سواء ونحكي عن الخدمات الرائعة اللي عم تقدمها شركة تاتش. رولا وانا ديم صباح الخير و اهل و سهلا فيكم. اليوم انا عم اهل فيكم بتاتشلاب. صحولي اذا ازا فينا الوقت. فريق عمر عالم الصباح واينو والكل الموجودين اليوم هوني بتاتشلاب عنكن. فانطول ضيوف ونحنا نحنا نستقبل. رولا هذا المحالي اللي موجود متل ما قلنا بسنتر بقالب بيروت. بنص بيروت بقالب بيروت. هو اي بلايس توينيفات. اي بلايس تو سيد. الاشياء الحلوة الخدمات. خبرنا شوية عن الفكرة شو هو تاتشلاب. اول شي اهلا و سهلا فيكم بتاتشلاب. تاتشلاب هو صورة عن العالم الجديد او النيو وورد يلي هو شعاش الكتاتش. نيو وورد يلي كله ديجيتل في انوفيشن في هاي تك. يلي كل شي فيه كونكتد. يعني عملت بتاعث ان العالم كله هلأ متجه نحو الاي او تي او الانترنت اف تنكس. يلي كل شي بيكون فيه كونكتد. وعمل حكي عن سمارت سيتيز. سو تاتشلاب هو عبارة عن سمارت فوروم. فيه طاغة عليه ديجيتل تيم. ابتداءا من قبل ما تفوت على تاتشلاب في الانتر اكتف سكرين على الفساد. يلي اي كاستمر اي شخص حتى مدرور يكون تاتش كاستمر بيقدر يتفاعل مع الانتر اكتف سكرين هيدا الموجودة. وبيقدر يتعرف على الخدمات اللي عم تقدمها تاتش. خليني هوني قطعك امد كاملة بفكرة يعني قلت جملة كتير مهمة مدرور يكون تاتش كاستمر. اي حدا بيقدر يفوت على لانه يعني تاتش لاب هو يقدم فيه خدمات للكاستمر. كمان اي شخص يقدر يفوت ويقدر اي شخص يقدر يتفاعل مع اي شخص يقدر يتفاعل مع انتر اكتف سكرين بيقدر يعرف وان خدماتنا وان فيه فور جي كاوريج. والحلو انه تاتش لاب كله ي glaube through a very high internet speed من خلال ال AM4G Network. يقدر يجربوا الاي شارف صحيحة 4G يقدروا يعملوا الدخول اكتفات الهارات لسافيش. بيقدروا يشوفوا ما يوجد عن تاتش ابري ما يكونوا هنا حتى زبائن لا تاتش. 100% وينتقلم مرحلة انه هنا مانون زبائن لانها فيها الخدمات التي اتخذ تحديث. 100% فيه خطة تابلتس موجودين بكل انحاء تاتش لاب بيقدر اي شخص يقدر يفوت يعمل الانترنت براوسينج يتعرف على احدث الابليكيشنز يلي هي موجودة على الستور وبيقدر حتى ينزل الابليكيشن اللي بتعجبه على تليفونه من خلال الفري واي فاي اللي هي افيلبل بقلب اللي تاتش لاب قبل ما اسألك يعني خلينا اسألك هيك بشكل سريع ما انتقل عن نديم ممكن بس لنه هدا من انتردكشن لسؤالي نديم ليش تاتش بده تعمل هيك انفاسمنت كبير يعني مليون دولارات اوشي نحن بدوي هون على الستراتيجي تبعيتنا وهي كاستمر سانترك استراتيجي نحن بدنا نكون اقرأ كتير قراب لكاستمر سبعوننا وبننا نحاول نلبي متطلبات كل اللايفستايل سبعيتهم يعني اليوم تاتش لاب وجوده بقلب العاصمة التجاري والمالي والاقتصادي بخلينا نكون قراب لشريحة كتير كبيرة من الاشخاص اللي هني موجودين هون او بيزوروا المنطقة للعمل للتسول للتسلية سو بيقدروا من خلال وجودهم بالاريا يفوتوا على تاتش لاب يتعرفوا على الديجيتال وورد يلي عم نحكي عنه وبيقدروا يعملوا كل الخدمات يلي لانه كمان تاتش لاب الحلو فيه بيفتح كل ايام الاسبوع ومن عشرة الصبح للعشرة بالليل سوالكاستمرز اللي عندهم دوامات عمل طويلة او وقفة ما بيسمحهم فيهم كخدمة زبان يستعملوه كمان اكيد اكيد ما بيسمحهم يروحوا على مراكز الخدمات العادية اللي تتشتغل بالدوام العمل العادي عنا بيقدروا يجووا باي وقت بالدنيا ده العشرة بالليل بكل ايام الاسبوع وكل الخدمات متوفرة بالأسبوع جيان زيارة على الوسط بيقدروا يعملوا الريم رئيسي و بيقدروا يجدوا داتا سيرفوس وفي عندهم في هون تيم رادي تؤسسهم في اكسبورت تيم اكتشي هون بيساعدهم في تو تيمس في تيم بيساعدهم بالكاستمر كير اي تنزاكشن اي خدمة هني بحاجة لا ينزدوه على تليفونهم او اشتراك يعملوه وفي اكسبورت تيم بيقدر يساعدهم بالديتا كل شي يلو عليها بالديتا سيرفوسز من الهاندسات للأبليكيشن للديتا سيرفوس اتسالف للقنسومشن كل شي يعني ترابل شوتنج سيرفوسز تيم مختص لا يساعد نانيا نانيا ناديم لقد أردتها بكثة مراوعة بكثة مرحلة اذا نعرف الابداع لان تيمتلك الناد ما بعرف عندها الحساسية مع إبداع يعني معهم بيتركوا بعض بمعنى أنهم ما نكون مضطرين كشركة شغالة بالسوق اللبناني أنه والله تعطوها لأدباك أو تنفست بمواضيع الإنوفيشن. شو الفكرة؟ أول شي متشكر وجودك هون وجود الناس. أنا مشكلكم عم السعب. أنا متشكلكم عم السعب. مرسي. تعتبر هلاب مثل استوديو عندك. نحن شاهزين لأي حلقات. هوا حيكون استوديو بلاد. الشهرين اللي جايين نحن منهوض. نحن 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 نفتش على أشياء بتعمل إيمي مضافة لأينا والكستمر اليوم. الكستمر اليوم الفوكس طبعه هو الديجيتال والديتا والإنوفيشن والقونتن. كل تركيزنا حيكون بيتوتش آخر سنتين وهي على هاي الأشياء اللي هي الديجيتال إنوفيشن والقونتن. وهالشغلة عم نعمله يعني لازم يكون عنا فورم أو فانيو تشوكيس هالأشياء. وإذا أنا رأيي أنه هيدا يعني وجود متواضع هون. لأنه هيدا كمان فرع يعني نحن من ضمن فرع عاملين صالي شوي كونكتد. نحن عنا كتير موبايل أبس يعني عنا الرومينج أب عنا الموبايل تيفي. مصبوط. عنا الكير أب يلي كمان كبير. عنا الكير أب يلي كمان كبير تعمل صارت تير أشياء. سو كمان بيفوتوا هون بيتعرفوا علي فيهم يعملوا تسلا الدنجل فيهم يعملوا تسلا الموبايل تيفي. سو يعني إحنا يعني واجباتنا نحضر هيك مكان. وبلبنان عم تقول الانوفيشن. لبنان كتير يعني الإبداع بلبنان موجود. ونحن عنا كتير اللايانس و بارتنشاب. سمع شركات لبنانية بيتفو بيتأنغامي بيتألم انتقان. اللي عنا تحتى كوميرشل بردكس معهن. يعني شركة أنغامي بتعليل الموسيقى. هي بيورفل بارتنشاب. مين بمين. مثل ما قلنا دي هاف دي قونتنت اللي بدون ياه. وي هاف دي قصتمر. وي دو بارتنشاب ويسل اميز. عم تعمل لينك معهن. عم تعمل لينك معهن. لقد نحن في أربع سنة صارو أربعين. عن راس السنة صارو ففتيتو. يعني عم نشوف أربع أضعاف. إه الديتا عالشبكة عنا. سومجبورين نحن ناخد هالديتا. ونعملها بطريقة زكية للزبون. أربع أضعاف الديتا. هادي رأيي انا. أربع أضعاف الديتا. وأقل الشي مشاكل موجودة. والخير قدام يعني. الحمد لله. نحن و. ونسمع علي بروزي تباك. وأي بريك دون عم بصير بأي تكنيك البروبلم عم تنحل ما بدي باليك بس بدقائق أو بساعات لمشكل كتير كبير عن جد يعطيكم العافية صحية thank you very much سو يعني نحنا بـ هنشوف معاك هلا الـ Care App بعد ش ديئة بس خني أرجع لرولا لأنه عندي سواء كتير مهم لألا نحنا اليوم يعني بتعتبروا هيدا الـ Facility هون بتعتبروها بارت من الـ Customer Care ولا هي شوية أعلى من الـ Customer Care ولا هي الـ Front طبع تاتش It's more it's Customer Care and it's digital theme يعني سامبل عن الـ Digital World يلي يلي بكل العالم بدو سير تشير لأله بالآخر أنا بحب دوي هون ونحنا مواكبة مع اللي عم نعمله بالـ Digital Lab نحنا متجيين صوب يعني نعمل ترانسفورميشن من الـ Traditional ونحنا اليوم متواجدين تاتش متواجد بقوي على الـ Social Media على الـ Facebook على الـ Twitter اني أول ناس بلا شو تاتش على الـ Social Media ياخدوش كاوي ويعالجوه ونحنا على الـ Pages تابعونا هي من الأكثر Pages active في لبنان أوكي وعنا فريق مختص دايماً ديديكيتد ليجاوب على كل الـ Customer Feedback اللي عم نزل على الـ Social Media يعني أنا مباراً هم بعمل دعاية للحلقة تاتش متحرك بس إذا بعطلنا الـ Complain كان بيتحرك دولي أكيد وهيدي أنا مشاهدة وجيء تغريب الـ Pipeline شيء اسمه E-Care لأنه اليوم في شريحة كتير كبيرة بسبب الالتشار خدمة التواصل الاجتماعي بتحدي تعمل chatting أكثر ما تستعدم الـ Voice channels سوف نقدم خدمة الـ E-Care أو الـ Live Chat والـ Customer بيقدر بدل ما تصل على الـ 1-1-1 أو يجي لعنا على الـ Service يقلنا شو بدوه بالـ Chatting قاعد بيصاف ما قادر يحكي ونحن إميديتل وإنستانتل الـ Real Time بيكون في الـ Agents ديديكيتد لحتى يجاوبوا عليه يقدموا الخدمات اللي بدو إياها يجاوبوا عي أي سؤال بدو إياه هذا كمان من الـ Focus دابعاً وبرتنا الحملات اللي بيعملوها Touch كمان نذكر هون بيمانو فيه Chat للـ Customer Service ونحن بيمانو في الحملات اللي بيعملها Touch Don't Chat & Drive بالتأكيد Don't Text & Drive Don't Chat & Drive لا تسلبت كل الأشخاص أكيد نديم خلينا نتقل لعندك نشوف الـ Touch Care App بس نذكر المشاهدين أنه Touch Care App صارت أكبر من Customer Care App يعني فيه بقلبها كزا سورفين عم بينا عملوا مثل Light a Candle مثل Christmas وغيرا من الأمور من ضمن هالـ App شو فينا نعمل بعد وشو الـ Integration اللي بيصير مع الـ devices لأنه فيه شغل كمان انتو أول شركة بلبنان إذا منني غلطان أول ناس بيكون عندهم الموبايل أب على Apple Watch صحيح نحن عم نقول مواكبة مع الـ Digital والإنوفيشن والـ Content وشو بدهم الزبائن اليوم الزبائن اليوم كمان بدهم Low Effort Ease of Convenience يريد أن يفعل الأشياء بخير وحن نبعد فكرة Touch App اللي إلي معنا مدي هلا وصار تقريباً دونلوز علىية 830 ألف دونلوز يعني مفوت كل مشترك من Touch عنده أتليست ون على الدفايس اللي هي يعني تقريباً 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 لأي موبايل أب أوبريتر عن دونلوز مبدئياً الأب يعني تسوي ونستوب شب لأي شيء بدو يزبون اليوم من السورفوس في شيء طبعاً الرصيد طبعاً وفي من خليلها يدفع فاتورته على الكرد كارد أو يشرج خطه أيضاً في طبعاً يعمل اكتيفاشن لأي خدمات My Services يمكن تقريباً يمكن تقريباً يمكن تقريباً من خلال الأب يعمل كرد ترانسفر بري تو بوست أو بري تو بري كمان من خلال الأب وفي كمان الفيتشر اللي حطينا نحن هون هي بوكيور نومبر في نقرام حلو يعني عندنا فيتشر ضغر من الأب يستلموا من أي فرع لعننا من الأشياء كمان يستلموا من هون كمان من هون في فوت من خلال التابلت اللي هون على الطابق هيدا بوكيور نومبر يطلع لفوق يقع لفوق وفي شغلة زدناها هناك اهلاً جديدًا بالإخر ريليس هي نحن عمل تقريباً لذلك نستخدم النومبر من الوكيش؟ إذا نستخدم تقريباً من خلال الأب تقبص ونحن نعرف أن هون عندك ردقة خدمة ويكون تقبص إذا كانوا بحطة أو داتة بركي نفرجي التلفون للكاميرا نديم هؤلاء المطاقات هؤلاء المطاقات صاروه على الابل واتش؟ كمان الابل واتش ليس كل الخدمات فقالت لان تعرف عالساعة فيه ليست كل الناس ويستطيع الى الواتش نحن حبينا ما نزعل حدا نسو اندرويد التليفون لاحظت هذه المنزلة ما بتصير الا هولين كثيرا ساعة مربوطة طبعا على ديفايس ثاني ابل موجود معنا هون عالساعة الالساعة كمان تجد محيطة مهيطة عن الان الانتظام والميجابيط الموجودين عندك حتى في تفاصيل يعني اذا اخد مثلا touch and gummy bundle بتقولك ادي صارف منا ادي صارف السماء ادي صارف منا سوء على الاب الواتش عم يطلع اشياء الكريتكال اللي متهمنا اي 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 اتصبشن بعد كم يوم عندك تتشرج اوكي اوكي بطل ما شفنا كمان على الموبايل اب على التليفون على الساعة كل ما عم نعمل فونكشناليتي عم نقدر نايد هلا في فكرة كتير حلوة انه ساعة فيبرات اوكي 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 او اذا اوكي اوكي او لن يتغيب بجوء او أ veo م viene ريا اي او ا Liu اوكي كنت او صارفنا اوaci اوه او او اعقب او اكزاور izing في زيادة الوظهرات مع الوظهرات ستكون لدينا ايضاً ثم سوف اوزع بيناتكم لكي تختموا مع المشاهدين هذه الحلقة اللايف جميلة من وسط بيروت من تاتشلاب رولا شو بتقول لي نحن ناطرينكم في تاتشلاب كم انفزت اس كم انفزت اس نحن ناطرينكم انا بدي ارجع اول الديجتال والالكونتن والالالنوفيش و كلنا نستطيع قصير و هذا هو الابتنى ونحن لن يتوقفهم احنا تحترف شغل نسي تحترف شغل نسي سميح نحن نعملوا على الاب يعني سان جود توم السجد أنا من الاشخاص ياللي كل شهر توم السجد توم السجد والحمدالله ان الرائم يقرب لستين الف دولار لم يتجمعين لتوم السجد لذا هذا هو الوضع الانشيط في فرق كل شيء يتجهد يعني ديجيطال CSR كستمر كار وصفاتيات الناس يحبونها ونحن نحبها أيضا يعني انا حطيتم باريح على صوش الميديا انفاشن وثتتش فهالتتش هاي ديمة يطيكم الف عافية أنا بدي اختم بدي اقول تانكوا لكل فريق عملتتش اللي كان ساعدنا به التحضير لانه صلنا زمان عم نحضر لالحلقات دولة مثل ما قال نديم استيديو اينو بالأسابيع القادمة والأشهر القادمة هو تاتش لاب هنجب لكم حلقات كتير حلوة في انوفيشن في افكار في ميد ان لبنون افكار عم تنجح بالعالم عم تعمل ارقام رائعة بالعالم رح نحكي عنا هنى ميد ان لبنون وحنشوفهم هون بيتاتش لاب اكيد كمان بدي اشكر فريق عمل لعالم الصباح اللي كان معنا تانكوا يعطيكم الف عافية من الساعة ستة الصبح كل الشباب موجودين هون نقول لكم هذه الحلقة والحلقات اللي جاية اللي حتكون في قلبه كتير امور حلوة اكيد للكل للكل يعطيكم الف عافية مرسي كتير للي سهلوا وساعدوا وخلوا هذه الحلقات تكون هل قد حلوة انا بشكركم انكم استقبلتونا والحلقات اللي جاية هتكون مليئة بالأشياء بسلم جوزافيا اللي قاعد لحاله وبالستوديو وبقول له نننا نحنا مبسطين اكتر منك لا انا قررت ان هلأ اطالع استاذ عامر كل سبت اخد طبعا حلقة حلوة هايدي ما فينا منقولة الله رد حلقتك الجاية كمان من تحت انا كل سبت هون مرسي جوزاف خليك تحت منشوفك والأسابيع الأدنى طبعا تيولة لك باي عامر لكل مشاهدين احنا وييكم بريك أصير من بعدها منعود احنا وييكم لرسلتنا من امارة دبي خليكم معنا